أعرب رئيس التونسي قيس سعيد عن شكره للاتحاد الأوروبي لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى تونس مشيدا بالعمل بشكل مشترك للتصدي لأي جائحة تواجه القارة الإفريقية كما طالب الرئيس التونسي الجميع بالتعاون المشترك للتصدي لأي جوائح قادمة والتعاون المثمن ووضع آليات مختلفة عن الآليات التي أبرزت جائحة كورونا أنها منقوصة وغير كافية أتقدم بالشكر لكل من سهم في هذا الوضع الجديد في تاريخ الإنسانية ولكن أنتهزوا هذه الفرصة لتحدثه عن نقل التكنولوجيا وعن هذا الوضع القائم والذي يتعلق بعديد القطاعات الأخرى لماذا بعد ستين سنة من استقلال الدول أو سبعين سنة مازلنا تقريبا لم نتقدم والأرقام تدل على التفاوت في التقدم في مسألة البحث العلمي الكفاءات متوفرة لا بد أن نقارب المشاكل القادمة بنفس الحس بنفس الشعور بالمسؤولية ونعمل أيضا على التصدي لجائحات يمكن أو لجوائحة يمكن أن تعرفها القارة الإفريقية وهي كثيرة ترجمة نانسي قنقر